اشتركوا في القناة اللي الاضاءة دي هتيجي على كامل الفراغ فاحنا هنشوف بعض الصور عشان تعرف يعني ايه فضاء معماري وانت شغال مثلا بتأسس للبيت بتاعك او للفيلا بتاعتك هتمنى تدعمونا بالشرف في القناة تفعيل الجرس عشان رسلكم حلقاتنا بس طبعا الفضاء المعماري دي هتبقى على حلقتين عشان متبقاش كبيرة عليكم فخلينا نشوف اول صورة انا لده وقت شخص قاعد في المطبخ هتيجي تبص الصورة الخطأ او الصورة اللي مش مظبوطة ان الاضاءة بش جاية على الكوانتر بالكامل زي اللي هي الصورة اللي على اليسار فلا المفروض اما تيجي تحط وحدة الاضاءة تتأكد الاضاءة بتاعتك هتشمل على كامل الكوانتر اللي موجود في المطبخ زي ما احنا شايفين عشان مثلا الشخص اللي هيعد سواء هيخسل او سواء هيطبخ يكون الاضاءة جاية كامل على الكوانتر بتاعه طيب تيجي للجزء التاني او الصورة التانية انت عامل لي حمام او عامل لي فراغ الفراغ ده زي ما احنا شايفين في الصورة الخطأ اللي عملهولي عرض متر الباب هيكون عرضه تسعين معلش الشخص اللي واقف جوه ده هيقف فين الصح انك لازم توسع الفراغ عشان خاطر او كعرض الفراغ عشان يكون فيه فضاء معماري لشخص يقدر يقفل الباب وهو داخل الفراغ طيب نيجي لنقطة التانية ده مثلا كاونتر او كاونتر في مطبخ فوحدات الاضاءة هو مسلطالي في المنتصف خلالي جزء بس اللي مضاء وبقية الاجزاء مش مضاء ومخليه لارتفاع الاضاءة 40 سنتي سواء طبعا جدارية او في السقف طبعا الكلام ده مش غلق مش صح لازم تتأكد ان الاضاءة بتاعتك تكون متوزعة بالتساوي او بالانتظام بحيث تكون الاضاءة على كامل الكاونتر بتاعك طيب نيجي الفراغ اللي بعد كده دي دلوقتي مثلا غرفة نومة حمام تيجي تبص القطع الصحية في الحمام عندك اللي على اليسار متل اغبطة هتطلق الكرسي وبعد لك المغسلة عنه وبعد لك الجزء اللي انت هتقف فيه اللي هو الطاولة بتاعت الغيارات اللي هتعرف تقف جنب طاولة ولا يعني المساحة ضايعة فتيجي تبص للصح حتى تقسيمة الامريكان كيتشي اللي موجودة عنده جوه في غرفة النوم وتقسيمة السرير بش مظبوطة بالعكس بقاش الجزء اللي على اليمين انا حطيت كل القطع بتاعته في خط واحد مع البنيو او مع الجاكوزي وحطيت الكرسي في حتة بحيث تكون فيها فضاء من اليمين ومن الشمال واستغلت الغرفة بتاعتي اللي انا اقدر احط الامريكان كيتشن عندي وحطي كمان جلسة واقدر اخلي الغرفة تستوع بسرير طيب نيجي برضو لتوزيعة المطبخ اللي موجودة عندي دي انا طبعا بقول لك خد بالك انت بنوريك المشاكل اللي بتحدث او الفراغات او الفضاء المعماري اللي بيحدث لو انت فرشت غلط او لو انت حطيت اضاءة غلط بيخدم او شغال بيقطع او شغال بيعمل الاكل بتاعه في الرخامة على نهاية المطبخ وانت حطيتلي الصفرة في نهاية المطبخ التاني في نفس المطبخ في النهاية بالتالي الخدمة دلوقتي هتكون بعيدة عن الناس اللي قاعدة او الاسراء اللي قاعدة لا الصورة اللي تحت انا عرفت احط الشخص نفسه يخدم نفسه في السنتر او في منتصف الرخامة وفي نفس الوقت اقدر اخدم الناس اللي قاعدة مباشرة مجرد ملف ابدأ احط الاكل بتاعي او احط دنيتي فانا عرفت اقرب الخدمة بتاعتي مع الوظيفة اللي هي الاكل نخش للصورة اللي بعد كده دي برضو غرفة نوم تيجي تبص للصورة الخطأ بتاعها بتاعتها انك حاطت دواليب حاطت جنبيها جلسة هتيجي تبص تلاقي المسافة ما بين الجلسة وبين السرير 60 سنتي انت زنقت نفسك ضغطت نفسك حتى استعرف تحط كرسي زيادة فلازم تقصت صح زي الصورة اللي على اليمين انك تقدر تحط سريرك المسافة ما بين السرير وبين الدولاب تكون كويسة اقدر احط جلسة ما تقلش عرضها عن متر عشان اقدر احط سريرين الكرسيين وما الى ذلك برضو دي غرفة نوم تانية نفس التفاصيل انك لازم تتأكد انك غرفة النوم تقدر تحط سرير تقدر تحط سريرين لازم يكون في طريق او فراغ او فضاء معماري يكون مناسب لي وانا بفرش غرفة النوم او او انا بفرش المطبخ او انا بركب الاضاءة وما الى ذلك فان شاء الله اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وعرفتوا يعني ايه فضاء معماري اللي انت مشاكل موجودة في التصميم او في التنفيذ المعماري وبتضيع الفراغات بتاعتك وانت مش عارفت ازاي بقوله توزع الفرش او الاساس بتاعك او وحدات الاضاءة فاتمنى ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بنشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان نسلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن كان معاكم مهندس حيث بنبيل ويومكم سعيد